أعلنت وزارة التعليم العالي عن إغلاق باب التسجيل للتحق بالجامعات الأهلية الجديدة عبر الموقع الرسمي للتقديم وذلك بعد انتهاء المدة المقررة للتسجيل والتي انطلقت منذ أثاني والعشرين من أغوصص الماضي ومن المقرر أن تنطلق أعمال اختبارات القبول بالجامعات الأهلية في الخامس من سبتمبر الجاري وحتى الحادي عشر من الشهر نفسه على أن تعلن نتيجة القبول الأولى في الثاني عشر من سبتمبر يعقبها إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبية كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت استقبال الجامعات الأهلية الجديدة وهي جامعات الملك سلمان الدولية وجامعة العالمين وجامعة الجلالة الطلاب في العام الجامعي المقبل